ان شاء الله سنقوم بعمل مع بعض الجلوبر راوند خمسة وعشرين سنحل من الأول إلى حد إيه نبدأ بأول بروبلم أول بروبلم دي هي تريكي شوية وعادة مسألة ايه في ديف وان وديف ما بتبقى جاية كده تبقى جاية كده إنما دي فيها تريكي المهم البروبلم عايز ايه المهم البروبلم بيقولك ان انت معاك وكلهم في البداية مطفيين ومترقمين من واحد لحد إن انت وظيفتك ان انت هتمسك لمبتين ما يكونوش جنب بعض وتقدهم فبيقولك بقى هل تقدر تكون يعني هما في البداية خالص كلهم عبارة عن ايه؟ كلهم عبارة عن صفار وليكم مثلا اول تست انت معاك هنا لإنه بعشرة كلهم في البداية بصفار فهو بيقولك امسك اي اتنين مش جنب بعض وقدهم فمسلا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نمسك ده وده ونقدهم كده ونقدهم وممكن نمسك ده وده ونقدهم كده كده احنا كونا كده احنا كونا كده 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 امسك الاول مع الاخير ده وده وده وحضة واحد هنا وواحد هنا بعد كده ممكن تمسك ده مع ده تحط هنا واحد وتحط هنا واحد بعد كده تمسك ده مع ده وتحط هنا واحد وتحط هنا واحد وتحط هنا واحد كده احنا كده نقدرنا انكونه طيب ها هو بيقولك ايه؟ هو بيقولك انت تقدر تكون ولا لا لو جينا خدنا بلنا انت علشان تخلي لمبتين يقيده انت بتمسك لمبتين مطفيين ويتقيدهم يعني كده عدد اللمبات الايده بيزيد اتنين يبقى لازم 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 عدد الوحايد يبقى زوجي ده اول كوندشن الكندشن الثاني ان انت ممكن مثلا يكون معك ايه عادي زيرو زيرو وان وان زيرو 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 لو انت معاك هما لمبتين بس واللمبتين دول جنب بعض فانت مش هتعرف تقيدهم لان هو عايز يمسك لمبتين بعيد عن بعض مش جنب بعض ويقيدهم فالحالة دي هيبقى الاجابة بتاعتك نوه يبقى ثاني الاجابة بتاعتك نوه هتبقى في حالتين يا اما عدد الوحايد فردي يا اما في واحدين بس في السترينج كله وهم جنب بعض هتقول لي طب ممكن يكون فيه اكتر من واحدين جنب بعض وليكن مثلا زيرو 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 وان 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 زيرو 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 فالحل ان انت تروح مسك ده الاول مع ده وده مع ده فالفكرة كلها ان انت هتقدر تعمل اي سيكنس اي سيكنس في الدنيا تعرف تعمله الا في حين حالة واحدة بس ان هم يكونوا اتنين بس والاتنين جنب بعض فانشوف الكود في الاول كده معنا معي كاونتر اسمه سي بقول سي بلوس اكوال ان اس وف اي اس وف اي منس زيرو يعني هو لو لو بواحد فانا هجمعه على سي وبعد كده انا عايز اشوف هل في واحدين جنب بعضه ام لا فلو في واحدين جنب بعضه فانا بعلم البوليان دوت انه بواحد بعد ما اخلص بتشك ان عدد الوحايد زوجي وكمان ان عدد الوحايد لو هو باثنين والبوليان دوت بواحد معنا كده ان انا هطبع عنه غير كده انا هطبع ايس طبعا لو هو فردي فانا هطبع عنه اه بس كده حد عنده سؤال حد مش فاين حد مش فاين طيب عدد الوحايد ماذا هو ماذا هو انت معاك بقر والمفروض ان البقر دول هي هيلعبوا ضد بعض وكل بقرة له لها الكوة او البقر وفي البداية خالص البقرة الاولى هتلعب البقرة الثانية الكثبان منهم سيلاعب البقر الثالثة الكثبان منهم سيلاعب البقر الرابع وهكذا طول ما نحن 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 طيب هو بيقول لك ان ده كده البقر اللي موجود وهو هيدي لك الاندكس بتاع البقر بتاعتك انت فانت عايز تخلي البقر بتاعتك تكسب اكبر عدد ممكن من المطشوط عن طريق ايه؟ عن طريق واحدة ما هي انت تمسك انت تمسك البقر بتاعتك تبدلها مع اي بقر تانية يعني مثلا انت عليك ان نشوف التستدوت التستدوت انت البقر بتاعتك البقر رقم واحد فانحنا لو ما بدلناش حاجة خالص ال 12 هتكسب العشرة يبقى كده واحد وال 12 هتخسر من ال 14 فكده يبقى انت كسبت واحد بس طيب لو هتبدل بأي حاجة تانية اعتقد هتطلع على معاك واحد برده هي الفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها ان انت حتى تخلي البقر بتاعتك تكسب اكبر عدد ممكن من الماتشاط لازم 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 تكون هي اكبر من كل اللي قبلها ده علشان تكسب على الاقل ماتش واحد لان هي لو مش اكبر من كل اللي قبلها فهي مستحيل تكسب ولا ماتش هتقول لي ازاي؟ هقولك تعالى نفترد مثلا 15 12 10 14 وديه البقر بتاعتك مثلا هقولك ما هو الكسبان من هنا هيكسب البقر بتاعتك لان دول اللي هيلعبه الاول الكسبان منهم هيبقى اكبر من البقر بتاعتك فيكسبها فالحل ايه ؟ الحل ان البقر بتاعتك تبقى اكبر من كل اللي قبلها واللي بعدها حلها ربنا انا نبقى نشوفها ان إلى ثم هتكسب منهم حلها مهم كل اللي قبلها طيب انت عندك ما هي احتمالات بتاعتك؟ الاحتمالات بتاعتك ان البقر بتاعتك ديت اني الترتيب دا اي أي ماتش تجرب بالتعرف او ان انت خلي البقر بتاعتك هي اول بقرة او ان تجعل البقرة اكبر منك وتعمل سواب مثلا في التست او ان تجعل البقرة اكبر منك هذا اللي هيكسب لا تكسب ولا مات نجعل ال 12 هي اول واحدة يبقى 12 2 727 وليس يحتاجين ان نكمل لان كده 727 هي لا تكسب فكده هي هتكسب كام ال 12 هتكسب ال 2 بعد كده 727 هتكسبها طيب في حال ثالث ا مش احنا اتفقنا اني لازم كل الارقام اللي اصغر مني تكون سوري كل الارقام اللي قابلي اصغر مني اه طب انا اعمل ايه انا اجيب اول رقم اكبر مني واعمل اسواب معي تاني اول رقم اكبر مني واعمل اسواب معي طيب هنا في حالة ال 12 لما اعمل لها اسواب مع ال 727 هيبقى 7 2 12 10 727 13 10 تعال كده نشوف الوينينج جيمز هتلاقي السبع مع ال 2 ينزل لنا سبعة ال 12 مع السبع يبقى 12 12 مع عشرة يبقى 12 مع ال 727 يبقى 727 خلاصة الكلام ان ال 12 كسبت ايه مرتين يبقى احنا كده معانا ثلاثة احتمالات الاحتمال الاول ان احنا ما نعملش ايه اوبريشنز الاحتمال الثاني ان احنا نسواب مع اول رقم الاحتمال الثالث ان احنا نسواب مع اول رقم اكبر منك اه بس كده انا هنا معي فونجشن اسمها كالك ببعت لها فيكتور ببعت لها ال N ببعت لها ال K ال K بتعمل اللي احنا قلنا بالزبط هي المكسمم فيها بيكون اول العنصر خلي بالك انا هنا اشغال وان اندكس و ال RIT دوت عدد الجوالات اللي البرقر بتاعتك سبقها بعد كده انا بجيبي المكسمم ما بين ال ماكسمم سفار والعنصر اللي ان اوقف عليه عشان اشوف مني الكاسبان لو لو لقيت الكاسبان اكبر مني هعمل break طب غير كده اشوف لو انا وصلت ال ال INDICS بتاعي يبقى هزود واحد وبعد كده سترين الرIT طيب هنا بقى انا هعمل ايه احنا اتفقنا اول حاجة ان احنا عايزين نسواب ما بين والأف كي والأف وانت فانا هنا بعمل فيكتور اسمه اي بسويه بالاس وبسواب والانصر بتاعتها هتبقى الكلك الاري والاندكس بتاع البقرة بتاعتي اللي هو اول عنصر طيب بعد كده بقولي الاس ارجحها تاني بعد كده بسواب مع العنصر التاني عادي برضه وبعد كده بروح احسب الانصر فبقول الانصر بتساوي مكسمى بالانصر وكلك الان وان واتنين وبعد كده باجم اول عنصر اكبر مني اسمه بروح عامل سواب مع الاس잖아요 تمام وبكون مخزن الاندكس دوت الاندكس دوت اللي هو الاوالعنصر اكبر مني وهنا بروح اية لا الانصر بتساوي مكسمون انصر وكلك الاس وان واي دي اكس. وبعد كده بروح ايه? بروح طبع الانصر. بس. حد داني سؤال? اه اتفاضل يا محمد. محمد اتفاضل? لماذا بدلت مع اول اندكسين بس? هو انحنا بنبدل مع اول اندكسين او اول عنصر اكبر منك. لان لو فيه عنصر اكبر منك قبلك. معنى كده ان هو اللي هيكسب دايما. وانت مش تكسب حاجة خالص. ببساطة بس. لو فيه عنصر قبلك اكبر منك. معنى كده ان هو اللي هيكسب كل الماتشاط. تمام ولا ايه? تمام. تمام. اتعال لليه. يقول لك ايه بقى? يقول لك ان انت معك قري. وهيدي لك رقمين رقم ام ورقم ك وعايزك تحسب اقل كوست علشان تشتري كيه تيكتز طبعا ديت اسعار التيكتز بس اسعار التيكتز في اليوم الفلاني المهم ان في خاصية ان انت لما بتيجي تشتري يعني وليكن مثلا انا عايز اشتري من هنا تلاتة تيكتز فلو انا وحاجت من هنا اشتريت واحدة فهجمع واحد على كل دول يعني هجمع على السamble واحد وهجمع على ارتنين واحد لو هنا اشتريت تيكتين فان هنا هجمع اثنين وهنا هجمع اثنين وهنا وهنا هجمع اثنين المهم ان انت عند كل عنصر الاستعار لان كل ضر هانته سيعظ sisters augmenter 써数 عدد الكم السامber اللي انت اشتريتها صفار. طيب خلاصة الكلام ايه? انت دلوقتي عايز تشتري كي تيكتس بس ماكسمم عدد المرات ان انت تشتري من هنا يعني مسلا انا اقدر اشتري من التمانية دي مرتين بس ان هو هنا ايلك اتنين. اقدر اشتري من الستة مرتين بس اقدر اشتري من الاربع مرتين بس اقدر اشتري من من الاتنين مرتين بس. المهم ان انت عايز تشتري كي تيكتس. طيب الحل ايه? انت مش عارف تبدأ من ايه? تبدأ من تمانية ولا تبدأ من الستة ولا تبدأ من الاربعة ولا تبدأ من الاتنين. هو طبعا في الحل في البرولم ديت ان انت في اول تستيعني انك هتشتري اربعاية وهتشتري تسكرتين من هنا. فالاربعية دي هتبقى قيمتها اربعة وتشتري اتنين من هنا. يعني اتنين في اتنين في تلاتة بستة. ستة واربعة عشر. اهو. وهنا بيقول لك ان انت في الاول هتشتري زيلو تيكت من هنا. زيلو تيكت من هنا. تشتري وان تيكت من هنا. اللي هي تبقى قيمتها اربعة. الاتنين دي تحاول لتلاتة. تشتري من التلاتة دي تيكتين. هيبقوا بستة. يبقى كله على بعضه بكام؟ كله على بعضه بعشرة لو جاءنا اخذنا بالنسبة لأن نفترض أنني أريد أن أوقف عند عنصر X و أريد أن أشتري منه مثلاً أي شيء مثلاً W عناصر دعنا C&T C&T من العناصر يبقى كده الـ value بتاعتي هتبقى كامل الـ value بتاعتي هتبقى لو أنا عايز أشتري C&T هتبقى الـ value بتاعت الرقم ده هتبقى X زائد دعنا نقول صفار صفار دي اللي هي عدد العناصر اللي أنا اشتريتها مضروبة في ايه؟ مضروبة في الـ C&T صح؟ صح؟ طيب دلوقتي تعال نفك الحتة دي كده هتلاقي ان هي بتساوي X مضروبة في C&T زائد صفار مضروبة في C&T تمام؟ وبطريقة جريدي كده هتلاقي ان دايماً الأحسن ان انت لو واقف عند عنصر تشتري منه الـ M لو انت واقف عند عنصر تشتري منه الـ M لان انت عند كل عنصر انت بتضرب عدد العناصر اللي هتشتريها في الـ C&T زائد عدد العناصر اللي انت اشتريتها قبل كده في الـ C&T فانت لو اشتريت من هنا واحدة وبعد كده اشتريت واحدة بعادية يعني خلينا نفترض مثلا ان انت خلينا نفترض مثلا ان انت معيك خمسة خمسة دي انا مطلوب خلينا نفترض مثلا ان انت معيك خمسة 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 وكانت الـ M اللي هو اكبر عدد منتة عنصر واحد كان بيساوى 05 والـ K كان بيساوى 3 helped written 3 هل الحل ان احنا نشتري عنصر من هنا وанный لدوا Kart و strate سوف نجد ف PM فهلا تدود Mark 5 يعني العنصر اللي من هنا تكلفته 6 زائد العنصر اللي من هنا تكلفته سبعة. هيبقى مجموعهم سبعتاشر. في حين ان انت كان الاحسن انك تشتري من هنا التلاتة هيبقى مجموعهم خمستاشر بس. تمام? معنى كده ايه? معنى كده ان انا عنده كل عنصر انا هشتري ام. هشتري ام. هتقول لي ماشي ما هو هيتبقى في الاخر عنصر انا مشتري منه ام. هقول لك صح. هي الفكرة كلها في ايه? هي الفكرة كلها ان كويمة الاكس متتغيرش. لكن الحتة دي هي اللي هيبقى عليها اللعبة. يعني ايه? يعني تعال انا افترض مثلا ان انت حتة ان انت بتجمع على العنصر اللي بعدك دي ما كانتش موجودة. يعني خلال انا افترض ان الحتة دي كده ما كانتش موجودة. حد ممكن يقول لي الحل كان هيبقى ازاي? طبعا كان ان انت معاك اه كيه عنصر عايز تشتريهم. في احسن ان انت تشتريهم من اصغر كيه عنصر. صح? صح? طب و الحتة دي? الحتة دي بقى هتتوزع عادي. هتتوزع عادي ازاي? لان انت في الاول هتشتري ام. زائد ام. زائد ام. زائد ام. زائد ام. وهكذا. وهتطبق دي. اللي هو الاكس في السي ان تي. زائد سوفور في السي ان تي. طب انت دوت هيبقى ايه? هيبقى حاجة من اتنين. هيبقى المينيمم ما بين الكارنت كيه وي الام. بس كده. هتستقبل القرية بتاعك. وهنعمل له صورت لان احنا عايزين الاركام الصغيرة. وهتمشي من اي لحد الان وكمان ان الكيه تكون اكبر من صفر. عدد العناصر اللي انت عايز تشتريها. هتقول له الاكس بيساوي من ام وكيه. والانصر هتجمع عليها حاجتين. الاكس في الاكس دوت اللي هو السي ان تي. مضروب في الاكس وفي اي. والصفار مضروبة في السي ان تي. وطبعا هتطرح السي ان تي ده من الكيه والصفار بلاس اكوال اكس. حد مش فاهم لو حد عنده سؤال. كله تمام اكيد ولا? اللي مش فاهم حاجة حنا ممكن نعيد عادي. تعبر عن ايه؟ تعبر عن عدد القيم الا انت هشتريتهاelche عدد القيم اللي انت هشتريتها are exatamente. احنا لو خلنا بالنو نحن جbereاتا اذا احنا قلنا لو انت واقف عند الاكس فاي قيمة الاكس الجديدة هتبقى بتساوي الاكس بلاس السي ان تي اللي هو عدد العناصر اللي انت هشتريتها היה Compass وزع تيدي بلاس السي ان تي. وزع اسم السي ان تي هنا وهنا سوف نقوم بإمكانك هذا الجميل سوف نذهب إلى E سهل و سريع ايه هنا هو بيقول لك ايه بيقول لك انه هو هيدي لك وعايزك تشوف هل انت ممكن تقطع السترينج دوت لشوية بحيث ان السترينج دي يكون كلها مش بالندروم ولا لا تاني انت عايز السترينج اللي معاك تقطعوه لشوية بحيث ان بحيث ان السترينج اللي انت هتقطعها دي يكون كلها مش بالندروم طيب تعال كده نفترض شوية افترضات نفترض ان السترينج الاصلي اصلا ما كانش بالندروم يعني مثلا كان فالحل كان هيبقى ايه الابي سي طيب تعال نفترض ان السترينج ده كان بالندروم يعني مثلا كان ايه بي سي سي بي ايه فالحل كان هيبقى ايه ان انا اخد دول مع بعض كده وان انا اخد دول مع بعض كده تمام طيب اللعب بكله انت معاك بالندروم في حروف كتيره اللعب كله بحاجه واحده بس ان انت معاك بالندروم عباره عن حرفين بس يعني ايه يعني مثلا معاك ايه سي ايه ده كده ما ينفعش مش هتعالف ليه لان انت لو خدت ده كده ودول كده فدوت بالندروم ولو انت اخدت ده كده وده كده فبرضو ايه بالندروم ولو انت اخدت العنصر كله فالعنصر كله بالندروم فانت مش هتعرف طيب تعال نقول نزود هنا ايه ونزود سي ونزود ايه كده بقى اللعب كله عباره عن بالندروم انت ممكن تعمل ايه انه ممكن اخد دول كده ورح وقت دول كده هتلاقي دايما دايما طالما السترنج اللي معاك مش بالندروم سوري لو السترنج معاك بالندروم هو احنا قلنا طبعا ان لو السترنج في الاساس مش بالندروم فهنطبع السترنج نفسه لو السترنج بقى كان بالندروم فانت دايما هتلاقي طريقة ان انت تقسم بيها السترنج دوت الجزئين تاني هتلاقي بيها طريقة ستجد طريقة ان تقسم هذا الجزءين الجزء الاولاني ليس بالندرون والجزء الثاني ليس بالندرون طب لو كان كله عبارة عن كده حرف واحد فالاجابة طبعا هتبقى نو لو كان A-C-A مثلا او A-X-A فطبعا الاجابة نو طب انا اعرف ازاي انا اجرب كل حاجة اجرب مرة اخد ده لوحده اجرب مرة اخد دول كده اجرب مرة اخد دول اجرب مرة اخذ دول والباقي طبعا هيبقى الجزء التاني بتاعي طب انا دلوقتي مش مشكلتي في الحتة دي الحتة دي كانت تفكير اي حد هيفكر هيجيبها كانت المشكلة كلها في ايه كانت المشكلة كلها ان انا معي سابسترنج ومعي سابسترنج تاني عايز اتشك على السابسترنج دوت هل هو بالندروم ولا هنا في حاجة اسمها هاشنج لمناسبة انا نزلت السيشان الهاشنج عندي على الشانل ممكن ان تظهروا على الشانل هاشنج ماذا يفعل هاشنج ممكن ان يجيب لي ايه 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 هتبقى اتنين دايما لو السترنج الاصلي مش بالندروم هيقى واحد لكن لو السترنج بالندروم دايما هتبقى اتنين فالفكرة كلها احنا عايزين نعرف هل فيه سابسترنج وسبسترنج تاني اللي اتنين دول ده مش بالندروم وده مش بالندروم وبانا اتشك ازاي على السرنج ده انه هو بالندروم ولا لا فانا نزلت السيشان الهاشنج ممكن ان تفرجوا عليها فانا اي حد عارف هاشنج هيعرف اللي اتنين سابسترنج من كل الكلام ده ده التنبلت بتاع الهاشنج وده الفونشن اللي بتعرفني هل هو بالندروم ولا لا خلاصة الكلام انا عايز اعمل ايه التعرف اعبار عن بريفيكس وسوفويكس يعني باعمل بريفيكس هاش وربcellence سوفكس هاش برجع السترنج الاصله ثاني لو المسترنج كله مش بالندروم دولت اصبح's بطبعth1 Folks غير كدة فانا بدوّر علay substring وNelobster تاني اللي اتنين مش بالندروم بطبعth2 وبطبع fourth طبعا لو مفيس بطبع نوف الاخر يعني لو مفيش اعجابه بطبع نوع. آآ بس كده. ليه ما ينفعش هتشيك بفونكشن البالندروم وخلاص لازم هاشنج. ما هو بص انت لو عملت هو 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 البيلندروم دو قد تحت هدد ايه. تعالي نحسبها كده مع بعضنا. انت دلوقتي معاك السترنج بتاعك عبارة عن عشرة قصة ستة كاركتر. ماشي عشرة قصة ستة. انا دلوقتي معايا سبسترنج ومعايا سبسترنج تاني. عايزة تشيك عليهم هل هم بالندروم ولا الكمبليكست ان. اللي فونكشن البالندروم العدي. ماشي الكمبليكست ان. وانت هتعمل الحركة دي كم مرة ان مرة. يبقى كده الكمبليكست ان سكوير. لكن الهاشنج بيعرف هل الكلام دوت. بيعرف لك هل الحتة دي. بلندروم ولا لا اف اوف وان. فالتوطة الكمبليكست هتبقى ايه? بس الفكرة ان بيكون لها بريب روسوسينجا. تمام ولا ايه? انا مش عارف ايه الحكمة انه كلكم قافلين المريكست ان نهرتك. طب ما التواريع اللي تشيك اللي تشيك بتاع الهاشنج كده? بصوا هو انت هو انا بعمل حاجة شبه الهاشنج ده بيعمل ايه? اعتقد انت عارف يعني. الهاشنج بيحول الرقم. بيحول الرقم صح? طيب انا بجيب الرقم دوت لو انا بقرأه من هنا. وبجيب برضو الرقم دوت لو انا بقرأه من هنا. بريفكس 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 بيساوي الصفق. يعني بص بقول لو جت ببعت البري وبيساوي الجت وببعت الصفق. بس. بس. ما تنفعش ما تنفعش من غيره لانك تخل. هي باينة انا يعني كنت عارف نيجيب طيب بس بصراح كسلت اجيب الهاش بقى اكتبه وكده. وكان بقى الواحد اصلا صايم فاهمني. هي عدث منك من. عدث اه عدث بريتست. عدث بريتست. معقولة. اه. اه. ممكن. البروبلم اللي جاى دي بجد. يعني انا عايز اعيط منها. المسألة دي. انا عايز اعيط. النهاردة اصلا كتت سهلة بامانة. بس المشكلة كلها في البروبلم دي. وبروبلم سي برضو. كانت مشكلة كلها في. يعني انا عايز اقولك حاجة. المشكلة كلها في الحتة بتاعت. اللي هو زي ما انا قلت. اللي انت بتقول. لو انت واقف عند اكس فانت بتقول اكس بلس السوفار كل ده مضروب في السين تي انا بقى مشكلت ان انا ما وزعتش الحتة دي جت وزعتها في الاخر ده انا عايز اقولك ان انا وانا بصبمت اي اصلا لها بتاعة الهاشنج دي انا بصبمتها والله والله بقول لا هي اكيد مش بالسهولة دي انا قرأتها اصلا في اول الكونتست وكنت اصبمتها على طول تقريبا كان في اول نص ساعة بعد محلة البي انا من طبعي بحل اي بي بعد كده بقرأ السي والدي والي بقرأهم قبل ما حل اي واحدة فيهم فقرأت الاي انا قلت تتجاب بس لا هي مش بالسهولة دي انا بص انا احل البي امتها انا حل بي تقريبا بعد تلت ساعة بعد تلت ساعة بس قلت لا هي مش بالسهولة دي وراحت فكرت بس شوية او بعد كده باجعت لها انا غالط اصلا في القتف الحتة دي انا اعطيت بقرأه كده اي او لا انتو بتكتبه ايه هيا ستاندرد على هاشقه تعال بقى للبروبلم اللي جننة المريف دلوقتي انت معاك عدد معايا من الكوينز وليكن مثلا انا معايا 7 كوين ومعاياك كي الكي دوت عدد العناصر اللي انت عايز تشتريها باستخدام الكي كوينز دول فيقولك بقى اضع لي اسعار اصعار حاجات بحيث ان انا اشتري كيه عنصر بس الفكرة ان انا شتري انا بشتري بتقول لي اجريدي يعني ايه يعني طول ما انا قادر اشتري انا بشتري تاني طول ما انا قادر اشتري انا بشتري يعني ايه مسلا يعني تعال نشوف الـ7 والثلاثة دي السبعة والثلاثة هو طبيع لي ايه اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر فانا دلوقتي معي سبعة كوينز هعمل ايه؟ تعالي ناخد الكلام ده وتعالي هناك دي انا دلوقتي معي سبعة كوينز هعمل ايه؟ I call 2 وافضل اشتري طول ما انا قادر اشتري فانا هشتري واحدة واتنين هشتري كان هشتري لذين هشتري الاولى يبقى معي خمسة اشتري الثانية يبقى معي يبقى معي ثلاثة هشتري الثالثة ويبقى معي واحد يبقى انا كدة اشتري الثلاثة الواحد دوت انا مقدرش هشتري ايه مجيد عاليم فكده انا اشتريت اجزاكت لي ثلاثة فهنا كان عايز فعلا ثلاثة طب الستة والاربعة مش هينفع مش هتلاقي لها اجابة ال 255 والتمانية فدي كده اجابة وفي حل تاني برضه ممكن يكون اجابة ممكن تحط ال 31 بس ال 31 لو جت ضربته في التمانية هيطلع لك 248 تقريبا بس مش تعرف تشتري حاجة اجابة او هو اصلا مفيش حاجات تاني تشتري به طيب البروبلم دي بقى نحلها ازاي بصوا البروبلم دي بجد عشان هي هي تعصب هي تعصب بقى دي مش مسألة دف وان ودف تو دي خالص دلوقتي انت عايز تشتري احنا عايزين نمسح ده دلوقتي انت مثلا معك سبعة السبعة دي ده عدد الكوينز اللي معاك عايز تشتري بههم آآ تلات عناصر خلينا نفترض ان انت معاك سبعة وعايز تشتري سبعة عناصر يبقى هنحط كامل معك فضل ممكن اشرح تسل تاني حاضر بص انا ممكن اقول لك السبعة والثلاثة بص بطريقة تاني يعني ممكن اقول لك انا احط الاجابة بتاعتي اتنين وواحد طب انا هعمل ايه انا انا اشغال بالحاجة اللي انت هتدهالي يعني السبعة دي طول ما انا قادر اشتري اتنين آآ هشتري فانا معايا في الاول سبعة اشتري واحدة يبقى معايا آآ خمسة بعد كده اشتري واحدة كمان لا سوري دي مش تبقى واحد دي تبقى ثلاثة مثلا او خمسة اشتري واحدة كمان ايبقى معي تلاتة اشتري واحدة كمان ki انا اشتريت كم مره اشتريت تلات مرات من هنا بعد كده احنا اع خcyon هلو اشتريه احجا لا فانا معا انا اشتريت تلات حاجات دي المطلوب انك تشتريت تلات حاجات ثلاث جشر اطباع القرية التي تتبعها لا يعدى الستين عنصر والعناصر فيه من واحد لحد عشر قصة 18 ونظر لنا بره ان الان و الكل حد عشر قصة 18 الفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها ان انت الفكرة كلها احضر لنا بصرد بصرد 7 جنيه وعيز تشتري 7 عناصر فكرة تتوقع بصرد 7 جنيه احضر لك اجتباع المسألة اما الان احضر الى سبعة جنيه وعايز اشتري سبعة نصر. تتوقعوا الاجابة هتبقى. واحد. واحد واحد. هو بي اقبل قصة عليه ولا لا? سبعة واحد. مش سبعة سبعات. بص هي واحد بس. لا هو يقصد الايتمز اللي معاك سبعة. فانت عايز تشتري سبعة مش يعني. اجوة انت عايز تشتري. انت معاك سبعة كوينز وعايز تشتري سبعة عناصر. يبقى كل عنصر منهم بعبارة عن كوين. طيب لو انت معاك سبعة لا اسبلاش سبعة. لو انت معاك تمانية وعايز تشتري عنصرين. هتعمل ايه? هتشوف يا قبل قسم على الاتنين دي ولا لا? بالزبط. فالتمانية بتقبل الاسم على الاتنين. انا لو حطت الاربعة فانت كده هتشتري الاربعة دي مرتين. طب معايا اتناشر وتلاتة. هتروح حطت الاربعة اجابة. ازاي? لان تلاتة فاربعة باتناشر. يبقى كده معانا اول كوندشن. ان لو الان مود كي بتاكوال زيرو. ساعتها يبقى الاجابة بتساوي ايه? ان على كي? بروز للحطة دي دلوقتي. طيب. ده كان اول كوندشن. الحاجة التانية اللي اي حد ممكن ياخد برو منها. ان لو كانت الان اكبر من كي على الاتنين. كي على الاتنين. لا. ما كانتش كده. كان مثلا انت عايز ايه? كان مثلا انت معاك سبعة. وعايز تشتري ستة عنصر. هل تقدر? مثلا انا عايز سبعة جنيه. وعايز اشتري ستة عنصر. تعال انجرب كل الاحتمالات ان انا احط اول رقم بتاوت. لو احطت اول رقم بواحد فانا هشتري سبعة. ايش. هشتري سبعة كلهم اه. لو حطيت اتنين هشتري تلاتة. لو حطيت تلاتة. فانا هشتري كم? هشتري اتنين بس. اتنين. لو حطيت اربعة فانا هشتري واحدة. حلو قوي. يبقى الفكرة كلها في ايه? او ايه الارقام اللي طلعتلي. هتلاقي. يا اما السبعة نفسها. لان هي اصلا تعتبر ديفايزور ليها. يا اما التلاتة والاتنين. طب التلاتة والاتنين دول. علاقتهم ايه بالسبعة? اقل من نص او نص بالزبط يعني. بالزبط كده. لسه ربع ساعة. يبقى لو كانت الكي اكبر من ان على اثنين. يبقى ساعتها الاجابة نوم. لان انت اكبر حاجة ممكن تشتريها ان انت تحط الرقم دوت على اثنين. بس خلي بالك ان نزيم مملكه سيل. لان ان على اثنين نفسها تستطيع تشتريها عادة. ان افترض لك ان نزيم كانت اواق ساعة. ساعة على اثنين كانت تلاتة. فانت تقدر تشتري التلاتة عادة. وتقدر تشتري الأربعة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وليكن مثلا انت معيك سبعة وعايز تشتري عنصورين تتخيل الحل هيكون ايه انك تحط ثلاثة صح بس في حل اضك او بلاش اتنين خلينا نقول ثلاثة سبعة وانت عايز تشتري ثلاثة يبقى اتنين ماشي صح انت بتتكلم صح بس الارقام لو كبرت شوية انت قلت اتنين عشان انا لسه عاملنا للوقت لكن لو الارقام كبرت شوية الموضوع هيبقى صعب صح تخيل الحل هيبقى مش انت عايز تشتري هيبقى هيبقى الغاف بعد كده نسمع الاثنين تاني نسمع الاثنين احمراء هو ده الحل اللي انا كنت بصمته وكان بيجيب رونج بس الحل بقى ايه مش انت هنا مش دي سبعة وانت عايز تشتري ثلاثة يعني هنا هنحط واحد وهنا هنحط كام لا 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 اجازت صحي اتبع يعني سبعة نقص ثلاثة وواحدين بالزبط سبعة نقص اتنين وواحدين لا سوري سوري خمسة وواحدين هيبقى خمسة وواحدين اه خمسة وواحدين خمسة وواحدين اه ما جاش فبقى دي تخيل بقى والله انا بص انا تعصبت عصبية بسبب الحتة دي الحال ده فالد لكله ايوه هو فعلا فالد لكله هي الفكرة كلها ان انت هتجيب عنصر واحد بس تشتريه بالحتة الكبيرة وبقى العناصر تشتريها بالواحد دي دي اسهل من بيه وانا بقولك انا لو هرتب المسائل بجد انا لو هرتب المسائل هيبقى ايه ايه دي لا 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 دي دي ايه مش كله عارف هاش يا جدع برطه دي بي بي سي لا لا ايه ايه دي اسهل من ايه انت لو معك هاش حرفيا هتروح تقرأ اوتكاوت مش هتفكر دي اه بالحوار ده بي داخل المسائل انه اصلا لما بتشوف مثلا او اي حد جراند لما بيكون داخل كونتست هو حرفين تشعر حفظ المسائل هو بيقرأ البروم ويكتب الكود على طول فالموضع ده بيكون مبهر بس يعني اعتقد الكونتست دي احنا احنا قدرنا نطبع على نفس الفكرة او بشكل من اشكال هو الكونتستات فرصة يا صاحبي اللي يستغل لها بقى الكونتستات فرصة اللي يستغل لها يعني كونتست النهاردة دي فرصة بصراحة فرصة ما تتعوضش اه لا بس يعني خيشت مع ناس برده فهو الموضع غريب هو ده الطبيعي اه نور معرفش حل ايه بي سيد ما تجيبش اسامي ما تجيبش اسامي يا عمو نور حبيبنا كده كده انا عارف انه حبيبنا يا عمو بس ما تجيبش اسامي بس عشان الفيديو بيكرو او كده اللي موجود كله اه انت بتتريكورد سوري سوري في كذا حد عيشت معنا هذا طب الباقي الناس طب انتوا فهمين الحل بتاع دي ولا لا معنا ولا ايه سريعا طيب دي تاني الدي احنا اتفقنا على الحتتين دول ان لو الان بتقبل الاسم على الكي فانا هطبع ان على كي لو الان اكبر من سيل ان على الاثنين لو كي اكبر من سيل ان على الاثنين وانا الاجابة تبقى نوم المشكلة كلها بقى دلوقتي لو انت معك مثلا حجة زي سبعة وتلاتة فالحل ايه؟ الحل ان انت عايز تشتري عنصر واحد بس من هنا برقم كبير وباقي العناصر تشتريهم بالواحد فهنا تروح طبع خمسة واحد فالخمسة دي تشتري بها عنصر يتبقى معك اثنين كوينز تشتري بهم من هنا عنصرية يبقى انت كي اشتريت التلاتة ندي مثال كمان تمانية ومثلا اربعة خلينا نقول تسعة واربعة فانت هتعمل ايه؟ انت عايز تشتري عايز تشتري تلاتة عناصر بالواحد وعايز ديت تكون ستة عشان تسعة مقسة يتبقى تلاتة عناصر يبقى دي انت تشتري عنصر واحد ودي بتشتري تلاتة عناصر مجموح ماربعة بس كده تمام ولا ايه؟ حدا نسؤال؟ طيب انا هاقف الريكورد